عايزة ابتدي الحلقة بأنشدة الغوث أغيثوني من المكلمات اللي بتجيلي بشكل سيل سيل من المكلمات والرسائل يومي كتير مش عارفة اروح منها فين مش عارفة اهرب فين حلقة عملتها من سنتين والله العظيم من سنتين وانا معرفش الثاني ده اللي عايز مش عارفة اعمل فيه ايه انتبني شوية فضول والست بتكلمني وبتحكي وجاني سحر اسود ومش عارفة ايه والشخ ايه وكلمت واحد قد تحكي حاجات كتير قوي وانا ها ها زي اي ستة عادي خالص عندها الفضول كده يعني تسعين في المئة من مكوناتها فضول كستات فقلت لها ايه ايه بقى رقمك في الكنترول اللي يعني عشان اسمع بقية القصة لا اسمعت بقية القصة ولا ثابت رقمها ولا عرفها ولا عرف هي عملت ايه والموضوع خلص وخلصت الحلقة من سنتين اموت واعرف بقى مين اللي طلع الحلقة دي وهي يظهر هي موجودة على اليوتيوب او موجودة كده وحد عمل لها شير فبقى كل الناس دلوقتي بتعمل لها شير فحصار مش طبيعي ان انا معايا بقى معايا بقى جلب الحبيب انا لدرجة انه الناس بتكلمني بتقول لي احنا عايزين نجيب الست اللي اتطلقت من ابني دي ومش عايزة ترجعله فاحنا شفلنا حد يخليها تيجي يعني ايه تيجي اه يعني هي مش عايزة تكمل في الجوازة واهلها مش موافقين انها تكمل في الجوازة فشفلنا شيخ يجبها لنا ايه دا؟ قلت لها ست دا اعمال كفر اللي انت تطلبيه مني دا اعمال كفر وما تتصليش بيا تاني لناس ثانية بقى تتصل بيا احنا مقروبين احنا مش قادرين شفيني حد يعالجني بالقرآن الكريم ارجع اكلم الشيوخ على فكرة فاقولولي خليها تقرأ يقولولي الرق الشرعي خليها تقرأ البقرة وخليها تعمل وقاية الكرسي والمعاوذتين ايوه هي عايزة حد يعالج بالقرآن لا ما عندناش الكلام دا كل الشيوخ الالصيقات اللي انا بتعامل معهم مش بس فضيلة الشيخ اشرف فيه لا كلهم بقى اقول خلاص ماشي يمكن الشيخ اشرف الفيلم مش عاوز اكلم غيره غيره يقول لي نفس الكلام خلاص بلاش دول كلهم اكلم حد من بره من بره تليفزيون تعرفوش حد بيقول لي لا فيش الكلام دا فانا احنا عايزين يا جماعة نحسب الموضوع دا ونخلص عندنا بقى بيت وعيال وعندنا ناس وعندنا حياة عايزين نخلص نخرج من الدايرة اللي احنا مش عارفين نخرج منها انه انا معمول لي سحر سحر باسكول في القرآن كانه انا يعني انتي انتي بتكفوري بانه سحر انا مش بكفر ولا اي حاجة انما اي حاجة اي حاجة يبقى عندك سحر اي حاجة في الدنيا يبقى معمول لك سحر اي طلاق يبقى معمول لك سحر اي كره اي بتاعي يبقى سحر ليه كده فاضلت الشيخ اشرف الفيل ازاي حضرتك احكيني بقى الوقتي في سحر في القرآن الكريم ماشي انا الوقتي محتاجة حضرتك انت كشيخ اشرف الفيل وعشرة عمر يعني بتشتغل معنا بقى لك عشرين سنة تعال اقرأ علي انا دلوقتي تعبانة وانت عارف ان انا تعبانة وعندي بلاوي وعندي حاجات كشيخ مش باينة انا اعطوه المتفاقلة وكده اه ازاك تجي تقرأ علي قرآن تعال اقرأ علي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اهله واصحابه وسلم اجمعين معا الحقيقة ان السحر موجود في القرآن ولا يمكن لأحد ان يمكن ذلك انما كيف كانت نظرة الاسلام او نظرة القرآن الى السحر ليس معنى انه موجود معنى ذلك ان نقوم به او ان نعمل به او ان نؤمن به او نمشي فيه لا كيف نظر الاسلام الى وجود السحر الاسلام حرم السحر وحرم تعلمه وحرم تعليمه للاخرين شو كل ده تتم حتى لا تتسلل الخرافات الى عقول الناس اعراض الاسلام ان يحفظ العقل من ان تتسلله هذه الخرافات لان كثيرا من اعراض التي تنتابي الانسان هي من اعراض امراض النفس قد تكون عرض وقد يكون مرض يعني حين الانسان يجي له شوية هلوسة شيء عادي ممكن اي انسان يهلوس تحت اي ضغوط عصبية مستمرة الى فترة ما من الزمان ممكن يهلوس عادي ايه المشكلة وهده الموضوع وده قصة في قسم الامراض العصبية بتوع الطب بيعالجوها اللي هما متخصصي الامراض العصبية بيعالج الهلوسة وبيعالج الكلام ده كله دون عندهم الحكاية دي اذا الاسلام محارب هده المسألة عشان خاطر الناس ما تخشش في السكة دي انما هل السحر موجود؟ نعم السحر موجود وسحر النبي سحر النبي طيب الناس اللي مقتنعين ان تعملهم سحر خلاص يتخلصوا منه ازاي بسحر برضو بشيك ما هو بيقول لك عزين الشيخ يفك لنا السحر طيب ما انا عايز اقول لك بس حكاية الشيخ يفك السحر دي بس خليني انا رأي فيها اشرف رأي انا كاشرف الفيل في هذه المسألة المسألة دي تسعة وتسعين فاصل تسعة من عشرة في المية نصف ما فيهاش حقائق يعني منفحش تقولي لي علي يا عم الشيخ اقرأ علي ليس هناك رابط شرعي يربط ما بيني وبينها وخلانة حتى اقرأ عليها او ان انا اختلي بيها او ان انا حط يدي على رأسها او على ايديها او على كاسب كل ذلك لا يا صح هذا قول واحد ليس فيه كلام ولا فيه نقاش ولا جدال وده باب يفتحوا للمفسدة اكثر منه الى المنفعة وكثير من الناس اللي مشوا والستات اللي مشت في السكة دي عارفين الموضوع ده كويس وشافوه وعرفوا مفسدة بعض الناس المدعيين انه هم معالجين وما اشبه ده ده بيحطوا ارقامهم على البستات اللي انا بقول فيها مفيش يدخلوا يحطوا ارقامهم انا لو عايزين يعالج انا فلان الفلان يبعالج بالقرئين فده كل ده الكلام ده كله ما انزل الله بي من سلطان يا جماعة انا عايز اقول حاجة انا دلوقتي لو انا عندي صدع ينفع حضرتك تاخد القرص نيابة عني لا انت دلوقتي مريضة صلاة عني عافيك هل ينفع حد ياخد نيابة عنك العلاج لا ما ينفعش لما هم بيقولوا مش انت لما بتقول الدكتور اهو المعالج بالقرآن ماذا يفعل الطبيب لازم تروحيله اه ماشي خلاص انا هعتبر نفسي معالج بالقرآن وانتي اتصلت بيها من اسبوع وانت لشيخ قفف عندي مشكلة كذا كذا ومش كالا اي حل في اي حاجة اه او ميقول لك يا دعاء اوصف لك الدواء ايه ري صورة البقر ايه رئيات الكذا ايه رئيات كذا انت عملي كذا لا انا عايزاك بقى انت تيجي تعملي لا ما ينفعش هل الدكتور اللي بياخدك العلاج ولا اللي بيكتبهولك بس بيوصفه كتوصيف في روجتة مش هو ده اللي بيحصل الدكتور بيكتبه عليا طيب هل الدكتور بيفتح من عنده حاجة ويطلع علاج الدهولي ولا بيبعاتك تشريه من السيدالية من برا هي القصة كده